بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب مدارس المناهج الأهلية الصف الثاني ثانوي في درس جديد من درس التعلم عن بعد في مادة الحاسب الآلي ودرس اليوم من الوحدة الخامسة وهو التي تتكلم عن قواعد البيانات الدرس بإذن الله تعالى راح يكون عن خطوات تصميم وبناء قواعد البيانات يقولك عند الشروع في بناء قاعدة بيانات عليك التفكير أولا في كيفية تصميم قاعدة البيانات فهناك خطوات تصميم وبناء قاعدة بيانات والتي تتلخص في التالي يعني مختصرا الكلام إذا أنا بأبدأ في مشروع وأبشرع في بناء قاعدة بيانات من الصفر لابد أمشي على خطوات معينة عشان أصل إلى أفضل نتيجة ممكنة ومنشودة من إنشاء قاعدة البيانات الخطوات كالتالي عندنا الخطوة الأولى تحديد الغرض من قاعدة البيانات أنا قاعدة البيانات هذه وش المراد منها وش الفائدة منها المستشفى لشركة معينة لمدرسة إلى آخر فهذا تحديد الغرض من قاعدة البيانات اثنين الحصول على المعلومات المطلوبة وتنظيمها أنا أخذ مثلا مثلا مستشفى شركة معينة مدرسة أنا روح إلى الجهة المسؤولة مثلا في مدرسة وش المعلومات مثلا يا المدير يا الوكي اللي تبغى أنا في قاعدة بيانات أنا بغى مثلا أسماء الطلاب أرقام الهوية أرقام أوريا الأمور مثلا العمر إلى آخره خلاص أبدأ حين أنا أخذ المعلومات من الشخص نسميه العميل هذا وأبدأ أن أضمها عندي بعدين تقسيم المعلومات إلى جداول شو معنى تقسيم المعلومات إلى جداول مثل ما خذينا في الدرس السابق أنا مثلا أبني قاعدة معلومات في المدرسة فلا بد أقسم المعلومات هذه إلى جداول شو الممكن أقسم المعلومات اللي عندي تتحول إلى جداول واحد المعلمين بيمكن أن يحط المعلمين في جدول اثنين اللي هو الطلاب المواد مثلا نسميها الأجهزة القاعات فبالتالي هذه معلومات أنا أبدأ أحول لمعلومات هذه وش المعلومات اللي ممكن تصنع عندي في جدول بعدين تحديد خصائص كل جدول وش معنى تحديد خصائص كل جدول طيب أنا حددت عندي مثلا خمس جداول في المدرسة معلمين طلاب مواد أجهزة القاعات طيب وش الخصائص الموجودة مثلا في الطلاب عندي مثلا اسم الطالب وعندي مثلا رقم الطالب وعندي مثلا رقم جواله وتاريخ الميلاد ورقم الهوية والرقم الأكاديمي إلى آخره هذه نسميها خصائص المعلمين الرقم الوظيفي اسم المعلم رقم جواله رقم الهوية المواد اسم المادة رقم المادة إلى آخره إلى نهاية الخصائص في كل جدول موجود عندي خمسة تحديد العلاقات بين الجداول بمعنى كيفية ربط البيانات الموجودة في جدول واحد يعني أنا مثلا كيف أحدد العلاقات بين مثلا المعلم جدول المعلمين وجدول الطلاب المعلمين يدرسون عند الطلاب فبالتالي حدد المعلم بإمكانه يدرس مجموعة الطلاب أيضا المعلم بإمكانه يدرس عدة مواد فأبني العلاقة مثل ما خذينا في عندي علاقة واحد إلى واحد علاقة واحد إلى متعدد ومتعدد إلى متعدد فأنا أشوف العلاقات المناسبة بين الجداول الموجودة عندي ستة تحديد المفاتيح الأساسية والثانوية في كل جدول أنا لما أحدد المفتاح الأساسي مثلا في جدول المعلمين عندي مثلا أختار رقم الوظيفي جدول الطلاب اختار مثلا الرقم الاكاديمي او رقم الهوية جدول المواد اختار مثلا رقم المادة القاعات رقم القاعة الاجهزة مثلا رقم الجهاز او الرقم التسلسل الجهاز او كود الجهاز الى اخرية سابعة اضافة البيانات للجدول خلص انا جهزت الحين الجداول عندي الاساسية بعدين حددت الخصائص لكل جدول ابدا الان اضيف البيانات الموجودة لكل جدول بناء على الخصائص المضافة طيب أنا شفتوا في الدرس السابق كيفية ترسم مخطط العلاقات كيف أن نرسم مخطط علاقات موجودة عندنا في قواعد البيانات نمشي على مثال مثلا مثلا نقول عندي أنا أبغى أسوي قاعدة بيانات المستشفى فالأصل أنا الآن عندي المستشفى أروح للشخص المسؤول مثلا فأقول مثلا وش البيانات الموجودة أو تحتاجونها مثلا في قاعدة البيانات الموجودة عندكم مثلا يقول أحتاج مثلا في المستشفى عندنا الأطباء وعندنا مثلا المرضى على سبيل المثال وفيه الصيدلية طبعا هذا على سبيل المثال للحصر طيب هاذ نسميها هذه المعلومات اللي حولناها إلى جداول طيب هل كل منها المرضى والأطباء والصيدلية ممكن أحط فيه خصائص نعم وش الخصائص اللي ممكن تكون موجودة عندي في كل جدول من في المستشفى مثلا الأطباء أقدر أقول مثلا اسم الطبيب ومثلا الرقم الوظيفي ومثلا التخصص الموجود ومثلا الراتب إلى آخر يعد كل جهة والمسؤولة بس يعني باب الاختصار والفائدة كيف طريقة الرسم المرضى مثلا اسم المريض ثم مثلا رقم الملف ثم مثلا العيادة اللي يراجع فيها المريض الآن عندي صيدلية مثلا اسم الدواء رقم الدواء ومثلا اللي هو رقم المريض اللي راح يصرف لهيش العلاج هذه نسميها الخصائص فبالتالي هذه اللي باللون عندنا الآن مثلا باللون الأخضر هذه قاعدة بيانات المستشفى نسميها طيب الآن عندي الأطباء والمرضى والصيدلية باللون مثلا الأصفر هذه نسميها الجداول طيب الآن عندي هنا اللي هو اللي بين الأقواس هذه وش ممكن أو ش يطلق عليها يطلق عليها الخصائص يطلق عليها الخصائص مثلا نخليها باللون الأحمر مثلا هذه نسميها هذه قاعدة بيانات المستشفى هذه الجداول هنا الخصائص طيب من الخطوات أبدأ نحدد عندي خذية المعلومات حولتها إلى الجداول كتبت عندي الخصائص لكل جدول أبدأ الآن أحدد مثلا نسميه المفتاح الأساسي طيب هنا وش معنا المفتاح الأساسي قيمة لا تتكرر هنا وش المستحيل أحد ممكن يشابه الطبيب في الشيء الموجود عنده نقول مثلا الرقم فبالتالي نحط مثلا تحتها خط خلاص رقم الوظيفي هنا المريض رقم الملف فمستحيل مثلا نجد مريضين بنفس رقم الملف الصيدلية مثلا نحط رقم الدواء خلاص هذا رقم الدواء مستحيل دواءين يصيرون بنفس الرقم طيب كيف أنا أبدأ أرسم؟ أبدأ أرسم كالتالي الآن ما أحتاج أرسم مستشفى لا أنا عارف أنها قاعدة بيارات مستشفى الأطباء مثل ما تعودنا أو مثل ما قلنا أن الأطباء داخليش أو الجدول داخليش شكل مستطيق فبالتالي أكتب هنا إيش الأطباء طيب أنا أبدأ أحطيش الخصائص الموجودة في كل إيش جدول طيب عندنا هنا مشكلنا الاسم هنا الرقم الوظيفي وهنا اللي هو التخصص ثم أربطها بالجدول عن طريق إيش له الخطاء كذا الآن أنا كونت عندي جدول الأطباء هذا جدول الخصائص هذه الموجودة فيه طيب نفس الحكاية المرضى الصيدلية في الأخير يطلع عندي مثل الجدول الموجود فوق الآن هذا جدول خاص في المرضى فيه الأسم فيه العيادة فيه رقم الملف الأطباء اسم الطبيب التخصص إلى خيره هذا الشكل معين هذا نسميه العلاقة وش العلاقة مثلا بين الطبيب والمريض أن الطبيب يعالج المريض هذه العلاقة التي بينهما طيب المريض وش علاقة بالصيدلية مثلا هنا نقول يأخذ الدواء من إيش من الصيدلية فهذا طريقة ترسم مخطط الإنسياب في قواعد البيانات كيف مثلا باب الفائدة هذه كيف مثلا أبين أن هالجدول الرقم أو نسميه المفتاح الأساسي هو مثلا رقم الملف من خلال وضع خط تحت إيش الخاصية هذه رقم الملف خط أي واحد متخصص فيه أو يعرف في قواعد البيانات خلاص يعرف أن هالجدول المفتاح الأساسي حقه إيش رقم الملف ليش عرف لأنه وجد تحت خط هذا نسميه البرايمريكي أو المفتاح الأساسي هنا الرقم الوظيفي أيضا نضعه تحت إيش خط وهنا أيضا رقم الدواء بهذا نكون أنهينا والله الحمد الوحدة الخامسة تتكلم عن قواعد البيانات درجة اليوم كان عن خطوات وبناء وتصميم قواعد البيانات ثم تعلمنا كيفية ترسم مخطط العلاقات في قواعد البيانات في هذا أعزائي طلاب مدارس المناهج نكون قد أنهينا معكم شرح الوحدة الخامسة قواعد البيانات ونسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر القنوات الرسمية في مجموعات الواتساب والتليقرام تعليمنا مستمير بهمتكم دمتم بخير هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد